قيادات حماس في قلب القاهرة بالأمس استضافت صحيفة المصري اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وذلك بحضور خليل الحي عضو المكتب السياسي للحركة وأكد هنية في اللقاء أن غزة مصدر حماية الأمن القومي المصري مؤكدا أن حركته فرضت سيطرة شبه كاملة على المنطقة الحدودية وأوقف التهريب الأسلحة والأفراد والبضائع من خلال الأنفاق وكان هنية قد بدأ زيارته قبل أيام والتقى خلالها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وكذلك شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب وذلك رغم استمرار جلسات إعادة محاكمة القضية المعروفة باسم اقتحام السجون أستاذ ماجد يعني اليوم تم تكريم السيد إسماعيل هنية بداخل حرم المصري اليوم من قبل رئيس هيئة الإدعاء والتلفزيون ويلتقي بالسابق كان يجب أن نوهي النوع السابق ويلتقي أيضا بمسؤولين سياسيين في أعلى مستويات السلطة هذا رغم استمرار القضية المعروفة لقضية اقتحام السجون واتهام حماس فيها بشكل مباشر هل هو خلط الأوراق السياسية أم أن المصالح تبرر هذا النوع ربما من المواقف تجاه قيادات حماس لا أنا بتصور أن العلاقات السياسية بتلاقي كده ده ما صار وده ما صار النظام المصري الجديد اللي هو النظام الرئيس عفتاح السيسي مع بدايته أو مع بداية صعوده كان فيه مشكلة كبيرة مع الإخوان المسلمين وكانت حماس هي إكستنشن الإخوان فظهرت قضية تفجير السجون وتغربها وهو كم من حاجاته وكنت تلاحظ حاجة ده في الإعلام المصري يعني كان النار مفتوحة على طول على حماس البرام المزيعين الأسماء المحسوبة على السلطة أو القريبة بالسلطة كان بتجمهم بس الأوضوع تغيرت لأن حصل اتفاق استراتيجي أمني في سينة وعشان جدا سماعيل هاناية قال الكلام ده كل ما يتكلم يقولك الأمن القوم المصري الأمن القوم المصري الأمن القوم المصري هي سينة سينة مع العملية الشاملة اللي هي 2018 وقبلها بشوية حصل اتفاق وده وحصل اجتماع الأول قبلها تمهيدي في عين السخنة كان ساعتها خالد فوزي هور اسمه وخبرات وحماز وحصل اتفاق أن انتوا حتساعدونا في سينة وحتقفلوا المعابر والتهريب الأسلاح اللي كانت بتتم عن طريقكم وفي نفس الوقت حتساعدونا على العناصر اللي بتشتغل في المنطقة ده هيت والنحية التي هتفهم عندك وفي ذات الوقت احنا من ناحيتنا حنساعدكم فحصل صورة اجريمنت بين الطرفين ده اللي بعدك حتتلاحظي تون الهجوم على حماس قال لي جدا هل ده ليه لقب القضية؟ لا ما هالقضية دي ليه لقب إخوان حاجة ثانية خالص اللي بتحكم في مصر فده ما صار وده ما صار ماعتقدش أنه هم متعقلين خالص والقضية دي أصلا يا روحك مستهدف بيها الناس هنا مش مستهدف بيها حماس طيب دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الأستاذ ويسام عفيفة الكاتب الصحفي الفلسطيني ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مساء الخير أستاذ ويسام وأهلا بك طيب ضيفي الأستاذ ماجد عاطف يقول بأنه هذه ضمن ربما بنود الاتفاق السياسي ما بين السلطة المصرية وحماس حماية الحدود التي يشدد دائما سيد اسماعيل هني على أهميتها وبأنه تم منع تهريب الأفراد والبضائع والسلاح وغيرها عبر الأنفاق يبدو أن حماس التزمت بالشق الخاص بها من هذه الاتفاقية ماذا عن الدور المصري باتجاه حماس يعني على سبيل المثال مسألة منع السيد اسماعيل هني من السفر وعدم سماح السلطات المصرية له بالمغادرة إلى موسكو وهذا الشأن الشأن الآخر إطلاق سراح عناصر حماس المحتجزين لدى السلطات المصرية رغم التعهد بالوفاء بهذا الملف بالإضافة إلى ملفات أخرى فالسؤال هو ما الذي تأخذه حماس مقابل ما أيضا تقدمه باتجاه السلطات المصرية نعم يعني أعتقد أول ما تطلبه حماس من السلطات المصرية أن تخرج من حالة الخصومة والعداء التي أشرت منها سابقا بالتأكيد خلال السنوات التي عقبت وصول السنة الفتاح السيسي إلى الحكم كانت سنوات طعبة وقاسية إعلاميا وسياسيا وأمنيا وكانت حماس في عين العاصفة وقطاع غزة أيضا تضرر كثيرا نتيجة هذه العلاقة الآن حماس معني أن تشترك مع النظام المصري في علاقة مصلحية على الأقل تتجاوز هذه الأزمات باعتبار أن هناك مصلحة مشتركة أن يكون هناك تعاون أن يكون هناك في تبادر والتزام مشترك بالمسؤوليات سواء في المنطق بالمستوى الأمني أو المستوى السياسي وبالتالي قبل الطرفين الأدوار الجديدة أو المواقع الجديدة سواء من حماس أن تكون حاضرة بالمشهد السياسي باعتبارها ملتزمة بمسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة باعتبارها أنها هي التي تحكم قطاع غزة في المقابل بدأت مصر بفتح أبواب أمام حركة حماس في اتجاهين أولا في اتجاه المصالحة المخابرات المصرية تبنت مواقف إلى حد ما فيها اعتدال بين الطرفين حماس وحركة الفتح والمشهد الآخر لعبت مصر دور الوساطة أيضا في ملفات التهدية أو تفاهمات التهدية ولكن لا يبدو أن مصر أكثر قدرة على لعب هذه الأدوار مقارتة مع أطراف أخرى ولكن لا يبدو أن مصر قد حققت نجاحا على هذا الصعيد حتى الآن لا ملف التهدئة ولا ملف المصالحة ولا يبدو أنها استطاعت تقديم الكثير وهناك محاولات روسية على سبيل المثال للعب هذا الدور دور الوسيط في الملف القضية الفلسطينية بكل جوانبها بحيث لا تبدو مصر أنها مستعدة بالتخلي عن هذا الملف لكنها لا تقدم جديدا ولا تحرز أي نجاح على مستوى الخطوات العالقة والملفات العالقة سيد وسام صحيح لا شك أن هناك بطوء شديد وهناك في لحظات محطات معين بدأ وكأن هناك إخفاق لكن وأيضا في بعض المحطات الأخرى بدأ وكأن دور المصر ينحصر في دور الإطفاء سواء على صعيد علاقة للفلسطينية الداخلية بين حماس وفتح في إطار محاولة عدم تعميق الانقسام أو تدارك ما يمكن تداركه في ملف المصالحة أو على صعيد احتواء الموقف مع الاحتلال وعدم انزلاق الأمور إلى مواجهة عسكرية وبالتالي مخابرات المصر كانت دائما حاضرة وفي جوالات مكوكية ما بين غزة ورمالة وغزة وتلبيب في خطين متوازيين العنوان الأبرز لهذا الدور احتواء الأزمات احتواء الموقف وبتأكيد الأمر كان متوقع أن يكون التقدم أكثر من ذلك لكن حتى اللحظة بتأكيد هناك بطوء هناك إخفاقات في الملفات وبعتقد عدة أطراف لعبت في هذا الجانب لكن على الأقل هناك النجاح الأبرز في هذا الجانب أن مصر انتقلت من موقف المتفرج ولم تعد تسمح أن يكون هناك فراغ لأنه بدأت تدرك جيدا أن أي فراغ سياسي تتركه في الملف الفلسطيني والملف الغزي تحديدا سوف يملأه الآخرون وبالتالي تداركت مصر خلال عامين آخرين هذا الأمر وبدأت تعيد سيطرتها على الملف الفلسطيني وأزاحت الأطراف الأخرى التي حاولت أن يكون لها ولا تزال تنافس وتزيح هذه الأطراف وتحديدا أطراف مثل دور قطري دور تركي وربما حتى دور الأمم المتحدة كانت حديثة أن تكون هي صاحبة اليد الطولة وهذا الذي لمسنا على أقل في لقاء الثلاث الأخير عندما شمعت مع السيد سماعي الهنية في غزة سيد وفد المخابرات المصرية مليدونوف وسيد سماعي الهنية ابقى معي أستاذ ويسام أستاذ ماجد فيما يتعلق بإصرار مصر على الإمساك بالملف الفلسطيني بكل جوانبه إن كان القضايا الداخلية أو فيما يتعلق بملف التهدئة في غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم أن مصر لم تقدم الكثير في هذا الملف منذ فترة طويلة غير أنها تسعى ربما إلى منع أي الأطراف الأخرى من الوساطة أو التدخل في هذا الملف لماذا يأتي هذا الإسرار تحديدا برأيك باتجاه الملف الفلسطيني الحقيقة أنا ده أحد الملفات اللي بشوفه النظام المصري نظام الرئيس الفتاح السيوسي نجح فيها نجح فيها أن يأخذ خطوات كويسة مش خطوات عظيمة بس خطوات كويسة أولا مصر كانت في ملفين مصر كانت تتسحبت منهم تماما وشي بيختفت ملف الفلسطيني وملف الأفريقي كنا خلاص مصر أفلنا وقعدنا نبصه جوا هو رجع يبص يشتغل هنا ورجع يشتغل هنا مش خطوات عظيمة يعني مش بصلحش الأمور كلها لكن في الآخر احنا بنتكلم على أوضاع شريط التعقيد يعني مع العلاقات الفلسطينية الفلسطينية حتى الآن النظام المصري بإقناع فتح بالجلوس مباشرة مع حركة حماس وقيادات بس على الأقل منع المرور من اتفاقن منحها المرور كانت ممكن اتفاقن أكتر من كده كانت الصدام ممكن يبقى أصل أعلى من كده في تصوري فيه نجاح حصل وفيه نجاح أنا بشوفه نجاح مش وحش مش واو مش أحسن حاجة في الدنيا لأن فيه عمامل تانية كتير منع ده يعني فيه مهبو مازن برضو نفسه عنده مشكلة مع حماس فهو موضوع كله مش مصر مش بياخد قرار يدوسه على الزرار فهو نجح في ده أكتر من كده بالعودة لسؤال حضرتك ليه مصر مهتمل ده؟ الحقيقة أن فلسطين هي عمق استراتيجي لمصر من زمان جدا المفروض يعني المفروض لفلسطين دي كانت وعمق حقيقي لمصر من زمان لازم نبص لها غياب مصر عنها بيسمح بأدوار زي ما كان الأستاذ وسام بيقول أنه بيسمح بأطراف تانية خش تلعب فانسحاب مصر من ده في المنطقة الخطورة بالعكس ده المفروض يبقى موجود فيها لأن الدور القطري أو دخل أو الدور التركي أو مؤخرا الدور الروسي معنا كده أنت خرجت خلص من أهم ملف في المنطقة وده عمقك الاستراتيجي ده زجا يننيل فلسطين والنيل ده عمقك ما ينفعش بيش موجود فيه فالحقيقة صح إنه هو بيتحرك فيه زي ما قلت لحضرتك بغض النظر إذا قدر ينجز أو لا في هذا الصدد لكنه برأيك بغض النظر إلي أنجز 100% ولا لكن هو أنجز أفضل الممكن دلوقتي أو من أفضل حاجات الممكنة دلوقتي وخدي بالك حقيقة فيه عامل تانية زي ما كنت أقول لك في الجيم مش مصر بس لكن هو تحرك في المساعدة أستاذ ويسام أعود لك إلى أي مدى ستراهن قيادة حماس على الدور المصري وتعول عليه إذا لم يحرز تقدما ملموسا في الفترة المقبلة برأيك هل هناك ثقف زمني أم ربما الأحداث هي التي ستساعد باتخاذ القرار أكثر أولا بالدرجة الأولى الأمر ليس اختياري بالنسبة لحماس ولا يوجد هناك أيضا رفاهية لدى حماس في المعطيات أو الخيارات الأخرى الدور المصري بالنسبة لحماس دور إجباري لأسباب متعلقة بالجغرافيا بالتاريخ بالدور المصري الأساسي المفتاح دائما لدى العديد للقيادات الفلسطينية كان دائما مفتاح القضية الفلسطينية موجودة في مصر وبالتالي اليوم أيضا أحد أهم الرئاة التي تتنفس منها غزة هي مصر وبالتالي أدركت حماس هذه المسألة بشكل جيد وتعاملت معها بكل الواقعية وأعطت لمصر ما أرادته مصر بأن تكون هي صاحبة الملف وأعطت مصر الوكالة الحصية إن صح التعبير في متابعة هذا الملف وأصبح هناك بالمناسبة نوع من التنافس بين حماس وسلطة رمالله وسيد أبو مازين على من يثبت أنه أكثر التصاقا بالجانب المصري وبدأ واضحا حتى أن حماس بالآون الأخير أكثر استجابة ومطيع أكثر للجانب المصري لأنه هذا يخدم المصلحة في غزة وبدأ أبو مازين أكثر مشاكس وظهرت كثير من التسريبات أن أبو مازين غاضب من الضور المصري وناقم على الضور المصري بمنطق أنه هناك تغير عن الموقف التقليدي الذي كان يفترض أنه دائما دور يساند السلطة باعتبارها الإطار الشرعي وأنه حماس مجرد في الصيل الفلسطيني ليس مقبول لدى أبو مازين أن يتم التعامل مع الطرفين كأنهما ندان في المسألة الفلسطينية أشكرك جزيلا الشكر الأستاذ ويسام عفيفا الكاتب الصحفي الفلسطيني كنت معنا من غزة وأيضا الشكر لك الأستاذ ماجد عاطف الكاتب الصحفي على حضورك معناها به الليلة